هنا في هذا الركن من بيته يجمع أبو رامي فارس الباروكي المجسمات الأحبة إلى قلبه والتي طبقها بيديه وطورها عبر سنوات من العمل والتجريب لتكون نماذج مصغرة عن الآلات التي اخترعها أو طورها عن آلات موجودة خدمة لحاجة المجتمع واستجابة للأوضاع الطارئة من حاجة للكهرباء والإضاءة واجهزة التنفس والأدوات الزراعية نبرأتين اختراع ما حدا استثمرهم لحد الآن السبب غلاء قطع التبديلية اللازمة إلها نحن ما فيه لنا دعم ما فيه مين يوقف بجنبنا ما فيه خطوط إنتاج لأنه إذا بنا نشتغل نحن بشكل إفرادي هذه التكاليف تكون عالية جدا وإنما إذا كان فيه خطوط إنتاج ودعم مالي وحكومي خلينا نقول بتنزل نسبة التكاليف أكثر من 70 لحد 75% عمل فارس الباروكي في صيانة الآلات الزراعية في ورشته الخاصة في السويداء والتي افتتحها قبل 25 عاما وعقله المنفتح كما حبه لتجريب حثه لاختراع أدوات زراعية تسهل عمل الفلاحين وتوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف فنال براءة اختراع مسجلتان باسمه وثلاث بحوث قيد الإنجاز لنيل براءة الاختراع هذه الورشي نحن بتخدم إخواننا الفلاحين بإمكانياتنا المتواضعة وإمكانياتنا نحن المتواضعة كمان اللي عم نحل فيها مشاكل إخواننا الفلاحين انتم عم بتشوفوا معدات بسيطة منحدث منطور كل ما هو مطلوب العشرات من الاختراعات المهمة والمفيدة لا زالت بين مجسم أو فكرة يأمل أبو رامي أن تلقى الدعم المطلوب قريبا لترى النور وتتحول من مجرد مجسمات محفوظة لآلات عملية تسهل حياة الإنسان وعماله من السويداء أمل الشومري لقناة سمى الفضائية